قافلة تلو أخرى تسجيها حرائر اليمن من مختلف محافظات الجمهورية لرفض جبهات معركة الكرامة بقوافل الإسناد الشعبي التي لا تتوقف ومع مطلع العام الجاري دشنت مؤسسة وطن التنموية أرتالا متتابعة من قوافل الإسناد الشعبي المقدمة من حرائر اليمن حيث قدمت حرائر أمانة العاصمة ومحافظة حجة قافلة غذائية من صنوف الأكلات المنزلية والحلويات الشعبية للأبطال المرابطين في الجبهات وإلى جبهة رغوان غرب مأرب أزجت شقيقاتهن من حرائر عمران وصعدة وذمار والبيضاء قافلة بثلاثة آلاف وجبة ضيافة وبمثلها ضيفت حرائر الحديدة وإب والمحويت جبهة صرواح غربي محافظة مأرب وفيما تستعد مؤسسة وطن لتسيير قوافل حرائر اليمن من بقية المحافظات لا تنقطع مطابخ البيوت ومخيمات النزوح من إعداد وجبات الضيافة لأبطال الجبهات بمبادرات نسوية على مستوى الحارات وحسب مؤسسة وطن فحرائر اليمن يسهمنا بالدور الكبير في دعم مشاريع المؤسسة في حملات الإسناد الشعبي للجبهات وعلى الرغم من ظروف الحرب وأعباء النزوح المعيشية تسجل الحرائر موقفا تاريخيا في كرم الضيافة رغم شظف الظروف ولا تكمن أهمية الموقف الإسنادي السخي من حرائر اليمن في القيمة المادية لقوافل التموين الغذائي فحسب فقوافل الحرائر لها قيمتها المعنوية العالية والمعززة لنفسيات الأبطال وروحهم القتالية كلما استنشقوا عند كل وجبة رائحة الدفء العائلي الحميم وأشواق العودة إلى البيت لكن بعد استعادة كامل الوطن ترجمة نانسي قنقر